أهلا بحضرتكم مرة تانية. لازم أبتدي كلامي عن منتخب مصر لأن بصراحة كلنا مبسوطين جدا وصعداء بأداء منتخبنا مبارح قدام فريق ومنتخب محترم جدا وقوي للغاية زي منتخب البلجيكي المليء بالعديد والعديد من النجوم في مختلف المراكز. اللي بصراحة الواحد ما كانش متوقع أن احنا نعمل مباراة جيدة بالشكل ده أو حتى نتيجة كمان إيجابية للدرجة دي أنك تكسب بلجيكا وتبقى أفضل منهم في فترات كبيرة قوي من المباراة حتى لو هم كانوا مستحوذين على أغلب الفترات. لكن في كل الأحوال أنت كنت فاعل ورحت بفرص حقيقية أكتر. وده الشيء الإيجابي قوي اللي احنا لازم نقف عنده ولازم نبني على الفوز ده لأنه ده أمر غاية في الأهمية. يا جماعة الناس اللي في التحاد الكورة نبوس إيديكم بعد إذنكم عايزين مطشط من دي كتير. إحنا طبعا مش هنكسب كل المنتخبات العالمية مش هنحق نتائج كويسة مع كل المنتخبات العالمية هتكسب وحتخسر وحتتعادل وكل الكلام من ده. لكن الأهم الاحتكاك نفسه إنك إزاي تاخد خبرات من المستويات المميزة اللي زي دي أو من الاحتكاكات الجيدة اللي زي دي عشان تاخد ثقة. يعني أنت تخيل إن برا إحنا ما كسبنا بلجيكا فالثقة عند الشعب المصري كله بقت عالية أو في المنتخب في فيتوريا. في نفس الوقت الثقة بقت موجودة عند اللعابين إن هم يقدروا يلعبوا منتخبات عالمية زي دي ويقدروا إن هم يقدروا مباريات كويسة. فده المطلوب دلوقتي من اتحاد الكورة مش عايزين نلعب مع منتخبات ضعيفة في إفريقيا. لا إحنا عايزين نلعب مع منتخبات عالمية زي دي أي أجندة دولية نستغلها في مباريات قوية زي دي. ودي الشطارة اللي لازم تكون موجودة في التحاد إنك تحاول تنصك من دلوقتي. تنصك من دلوقتي على مباريات قوية علشان تكتسب خبرات أكتر وما تبقاش نازل المطشاط اللي زي دي بقى فيما بعد في المستقبل. قلقان ومهزوز ومتوتر وما عندكش سكة في نفسك وبتلعب منتخب كبير دي إحنا حتى لما كنا بنرعب في الطوطة الأمة الأفريقية مثلا اللي فاتت. تيجي تلعب كوديفور. قلقان من كوديفور والناس كلنا كنا حاسين كوديفور هتكسب. الحمد لله كسبت وعديت بضربات الجزاء. تيجي تلعب الكاميروين قلقان جدا من كاميروين قلقان جدا من رغم أن أنت تاريخك كبير جدا في أفريقيا وانت سيد أسياد القارة يعني. لكن في كل الأحوال القلق والخوف ده كالليل أن أنت ما تلعبش منتخبات بمستويات عالية زي دي. لما هتلعب المنتخبات اللي زي دي فهتأخد ثقة في نفسك كبيرة. هتكتسب جوانب فنية مهمة وخبرات تساعدك في المستقبل عشان تقدر تحقق أهدافك. لأن إحنا في أغلب الأوقات يا جماعة من عرش نحقق أهدافنا كمنتخب مصر. ويمكن أبرز هدف بالنسبة لشعب المصر كله بما أننا مجبولين على كاس العالم بكرة بدايته يعني إن شاء الله تعالى. كلنا نبقى عايزين نشوف منتخبنا في كاس العالم. يا إحنا كنا عايشين حلم في 2018 إن إحنا شايفين المنتخب آه يعني كانت مشاركة سيئة للغاية للغاية يعني. خسرت الثلاث مطشط لكن في كل الأحوال كنت حاسس إن إحنا موجودين في كاس العالم مبسوط كمصري كمشجع الكورة كواحد بتحب بلدك. إنك تشوف عالم بلدك في بطولة هي الأهم على مستوى العالم وهي بطولة كاس العالم. فعيشنا الحلم ده لكن للأسف بنفضل عايشين عليه بقى فترات طويلة قوي. ما بنفكرش إزاي نخطط عشان نوصل للبطولة اللي بعدها. إحنا حاصلنا كان سيء في التصفيات اللي فاتت اللي إحنا قابلنا سنغال. رغم إن إحنا كنا قريبين إن إحنا نتأهل بس ما كانش فيه توفيق ربنا ما كانش رايد. بظروف مختلفة بحاجات كتير جدا. لكن برضو لازم أنت تخطط ولازم يكون عندك استقرار فاني.